استعرض مجلس البناء الوطني الأردني أعمال اللجنة الإنشائية العليا المشكلة من قبل مجلس الوزراء خلال الفترة من كانون الثاني 2016 ولغاية تشرين الأول 2017 وذلك لتقييم ودراسة المباني والمنشآت الحكومية والمشاريع الكبرى ووضع الحلول الفنية لها كما تم بحث أوضاع تصويب المخالفات المرتبطة بالعمرات السكنية في مختلف مناطق المملكة لمتابعة الشكا والواردة من المواطنين ووسائل الإعلام أو من خلال الزيارات الميدانية في أمر فني مهم جدا يوم تم اعتماده وهو إصدار تعليمات لعمال الحفريات للعمرات السكنية حتى نضمن سلامة الحفرية وسلامة المنشأة وسلامة المجاورين وإن شاء الله من خلال هذه التعليمات نحن مجهات تنظيمية يعني من حسن وضع السلامة العامة في العملات السكنية في الأردن إن شاء الله بالإضافة إلى ذلك من حيث تحسين العمل الهندسي في دليلين نقابة المهندسين الأردنيين عملت على أدادهم تم استعراضهم اليوم هو دليل إشراف على المباني والطرق والبنية التختية ودليل تقييم المباني القديمة هذه الأدلة عرضت على مجلس البناء الوطني اليوم وتم إقرارها مع التطبيق اللازم عليها